موسيقى أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم 10 سكاي بحديث عراقي في هذا الزمن الشاذ الذي يعيشه العراق منذ عام 2003 لحد الآن منذ 11 سنة هذه السنوات العجاف التي عاشها وعيشها العراق يعني بالقهل والضيم والتشتت والفرقة والأذى والسوء والموت والحرمان من كل مقومات الحياة في هذا الزمن الشاذ المضحكات الموكيات كثيرة والتناقضات كثيرة وكثيرة كثيرة جداً جداً ولا تعب ولا تحصى ومنظم هذه المضحكات الموكيات أن يخرج علينا ما يسمى برئيس مركز العراق للقانون الدولي الجنائي اسمه كبير وعنوان كبير مركز العراق للقانون الدولي الجنائي القاضي محمود الحسن طبعاً لا نعرف كيف صار قاضياً عموماً يعني لأنه خرج على الشاشات أمام الجميع في سنوات ماضية وهو أحد أفراد حزب الدعوة ومن جماعة المالكي وكان يتحدث يعني يقول قولاً يصف بأنه آية من آيات القرآن وهو ليس له علاقة بآية من آيات القرآن قالها بشكل مغلوط وكيف يمكن لقاضي أن يخطأ في القرآن بهذه الطريقة لا نعرف يعني عموماً بغض النظر عن هذا خرج علينا هذا الرجل بعد أن صدر قرار يقارن وصدر قرار من القضاء العراقي بإلقاء القبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماذا وهل قضاء العراقي استطيع أن يصدر هكذا وعلى القضية غريبة ومضحكة وجعلت أهل العراق يتندرون عليها وسائل الاجتماع وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالنكات وضجت بالتعليقات التي تسخر من هذا القضاء الذي يصدر مثل هذه المذكرة لأن القضاء هذا واضح يعني يريدون أن يجعلوا هذا القضاء يرى بعين طائفية يرى الجرائم حتى الجرائم يراها بنظرة طائفية هذه جريمة للجهة الفلانية فيجب الاهتمام بها يجب أن تحمل ولكن واقع الحال وسنتحدث عنه أن القضاء إذا كان مهتما بمثل هذه الجرائم فكان عليها أن يهتم بجرائم أكبر وسنتحدث عن ذلك عموماً فبعد هذا القرار الذي صدر القضاء خرج علينا هذا الرجل يقول بالنص يقول أن العراق اتخذ الخطوات القانونية اللازمة بشأن جريمة المطار طبعاً يقصد بجريمة المطار مقتر سليماني والمهندس وقال هذا الرجل أن هذا القرار يعد وثيقة يمكن التمسك بها أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة لمحاسبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيب قال أيضاً على العراق التحرك لحالة جريمة المطار المحاكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة مرتكبيها طيب أيضاً وقال أيضاً سألوكم لكم ما قاله يعني هذه أهم النقاط اللي قالها أن مجلس الأمن والأمم المتحدة الآن أمام اختبار حقيقي أمام اختبار حقيقي لمحاسبة مرتكبي جريمة المطار أيضاً أي كلام كبير وقال أيضاً أن أراضي المطارات هكذا يقول هو القاضي أراضي المطارات محرمة دولياً ولا يمكن استخدامها للقتال وما فعله دونالد ترامب مخالف للقوانين الدولية وأكد في يعني هذه النقاط اللي أوردتها في آخر نقطة قال خطوة القضاء العراقي ضد ترامب تجسدت في كل معاني العدالة والإنسانية طيب إذا كان القضاء بهذا الشكل وهو يجسد كل العدالة والإنسانية وراء كل الجرائم طيب مكان الأولى لهذا القضاء الذي تتحدث عنه أنت وهذه جريمة جريمة المطار التي تتحدث عنها والذي انقتل بها شخصين أو ثلاثة أو خمسة ما أهل العراق قتل منهم أكثر من مليون ونص عراقي ما العراق تعرض إلى الاحتلال واضح والأمم المتحدة نفسها التي التي تتشدق الآن وتقول أنها ومجلس الأمن أمام اختبار حقيقي هي ومجلس الأمن أقرت بقرار ثابت وقرار واضح أن العراق تحت الاحتلال تحت سلطة الاحتلال العراق تحت سلطة الاحتلال الأمريكية البريطانية وأنتم كنت تسمون الاحتلال تحريرا لماذا لم يقوم القضاء العراق لماذا أنت يا قاضي يعني فارس القضاء أنت وغيرك من الفرسان فرسان هذا الزمن الشاد لماذا لم تقفوا في ساحة القضاء لتطالبوا هذا القضاء ليرفع القضايا ضد أمريكا وضد بريطانيا وضد كل الدول التي اثلت العراق وقتلت معها أكثر من مليون ونصف عراقي وهجر أكثر من عشر ملايين عراقي وبل الخارج وست ملايين عراقي هجروا بالداخل والعراق تمزق وسيادتا راحت واستقلالا راح وثرواتا نهبت وأكثر من مليار أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار نهبت وسرقت والعراق من سيئ إلى أسوأ وشباب يقتنوا في الشوارع لماذا لم تطالبوا مجلس الأمن وما القضية أكبر هذه والأعداد أكبر والدماء أكبر نهر من الدم سالة إضافة إلى نهر دجلة والفرات نهر من الدم العراقي سالة ليس لكم علاقة به يعني النظرة تختلف يعني هذا التحرير وهنا القضية على القضاء أن ينظر بعين طائفية ويراعي إيران لأنه قاسن سليماني كيف هذا الموضوع يعني هل ننتقي الجرائم حتى الجرائم صار بها انتقاء حتى الجرائم صار بها تصنيف وهذه جريمة نقبلها وثلك جريمة لا نقبلها طيب وين قتلت المتظاهرين وينهم لماذا لم تطالبوا بهم ما هذول العراقيين ذي طالبوا بهم وسنتعيش رايح على ترامب يعني هذه قضية مضحكة موكية نفس الوقت طيب إذا كنتم تهيشي قبل أيام يعني جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تحدث بشكل واضح جدا تحدث إلى موقع فورس نت البريطاني ونشيره في بريطانيا ونشيره باللغة الإنجليزية وترجمة قال إنه بريطانيا وامريكا هاي دول التحالف ضربت العراق في عام 1991 طبعا من شماله إلى جنوبه قصف العراق وقتل به مئات الآلاف من العراق قتلوا في ذلك القصر قال بس أسقطنا على العراق 88 مليون كيلوغرام من المقذوفات وقال 88 ألف طن يعني 88 مليون كيلوغرام من المقذوفات الصواريخ وخنابل ما خلت مكان لم تبقي مكانا في العراق لا مصانع ولا معامل ولا بيوت ولا مساجد ولا كناس ولا كل شيء ضربت لماذا يعني وقال يعني قمنا بأكثر من مئة ألف ضربة جوية مئة ألف ضربة جوية يعني العراق نخروه من شماله إلى جنوبه لماذا لم تهتز شواربكم لماذا لم تهتز ضميركم لماذا لم تهتز العدالة التي تتحدث عنها واللي تقول هذا يجسد كل معاني للعدالة والإنسانية هذه العدالة والإنسانية ما تتعلق بالعراقين اللي ضربوهم باليورانيوم وبالأسلحة المحرمة الدولية والسرطانات في البصرة والناصرية وميسان والفلوجة وغيرها هذه هي يعني غير محسوبة وكيف يمكن للقضاء أن يتصرف هذا وكيف يمكن قاضي أن يتحدث بهذا الموضوع وكيف يمكن لقضاء أن يصدر هكذا شيء ويتحدث بجريمة بهذه الشيء حتى حولته إلى قضاء ينظر بعين واحدة ويرى ما ترونه ويفكر مثل ما تفكرون هذا التفكير القاصر التفكير المسخ الذي تفكرونه هذه الوجوه الرثة التي تحكم العراق إلى متى هكذا هو يقاس العراق وهكذا هي العدالة وهكذا هو الحق ترامب مجرم نعم وامريكا مجرمة واحتلت العراق نعم لكن أنتم ماذا فعلتم ألم تصفقوا لهذا الاحتلال ألم تدعو تقولون عنه تحريرا ألم تقفوا ضد المقاومين واتهمتوهم بالإرهاب ما هذه كل جزء من تاريخ واحد كيف يمكن تجزئة هذا التاريخ وتجزئة القضايا وتجزئة الحقوق وتجزئة الجرائم بهذه الشكل سبحان الله والحمد لله على كل حال وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم ألتقيكم في حلقة النقطة إن شاء الله اشتركوا في القناة